إلى شأن مغير تمام سلحاد الإعلان عن صدور قموس خاص بمجال الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والمجلس الأعلى للغة العربية القموس صدر على شكل كتاب ورقي وفي دعام رقمي وتطبيق إلكتروني نتابع تغطية لأحمد رشدي إن هذا القموس سيغطي كل المجالات التي نعمل فيها في هذا القطاع ومنها صناعات الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية والتخصصات الكيميائية والغدائية والحديد والصلب والنسيج والجلود والأسمنت والإضافة إلى مجالات تقييس والتقييس لغة المصدر هي الفرنسية لغة الهدف هي العربية لغة العلم والاعتماد هي اللغة الإنجليزية إذن ثلاث اللغات زائد القيمة النوعية لهذا القموس يتمثل في الشروح ذات العلاقة في لغة الهدف وهي اللغة العربية هذا وطلب الوزير من كافة طرات وزارة الصناع والإنتاج الصيدلاني والهيئات تابعة لها باستخدام هذا القموس في كل الميادين من أجل ترغية استخدام اللغة العربية أطلب من الجميع باستعمال هذا القموس في كل الأعمال لأسيما في كل الميادين للإرتقاء بصناعاتنا بلغتنا الأم عزم مننا لتكريس مكاناتها وتفعيلها وتفعيل دورها كلغة للعلم من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الصالحة بالعيد أن المصطلحات التي تم الوصول إليها في القموس هي الأولى من نوعها عربيا ونسعد بأن هذه المصطلحات التي وصلنا إليها مصطلحات هي الأولى من نوعها عربيا ونفتخر بها كونها أنها فيها صيغة جديدة أولا محينة ثانيا رعينا اللغة الإنجليزية بخصوص العلم الذي تحتكم إليه اللغة الإنجليزية ثالثا جسدنا الآن اللغة العلمية في اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر